اشتركوا في القناة ومسندتها المستمرة لكافة القضايا ودعم العمل العربي المشترك وتعزيز كافة اوجه التعاون البرلماني بداية نهن الشعب المصري الشقيق وقيادته الحكيمة بهذه المناسبة المجيدة ذكرى الثالثة والعشرين من يوليو المجيد اعاده الله على جمهورية مصر العربية الشقيقة وهي بمزيدا من التقدم والنماء والاستهار ولا شك ان مناسبات مصر تحتل مكانة لدى مملكة البحرين والبحرينيين وتجعلنا نستحضر متانة العلاقات الاستراتيجية العميقة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة وما تشهده من تنام مضطرد بفضل العلاقة الاخوية الرفيعة التي تجمع حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأخاه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنطلق هذه العلاقة من رؤية موحدة أزاء قضايا المنطقة أساسها الحرص على تطوير وتنمية العمل العربي المشترك والعمل بشكل دؤوب من أجل الحفاظ على أمن واستقرار وسيادة واستقلال الدول العربية ووحدة وسلامة أراضيها وعلى صعيد العلاقات البرلمانية الثنائية فهي تشهد تطورا كبيرا خاصة مع ما لدينا من تواصل مستمر مع مجلس النواب المصري برئاسة معالي المستشار الدكتور حنفي جبالي وتنسيق مشترك في مختلف المواقف والقرارات والقضايا في المحافر البرلمانية والإقليمية والدولية وإن ذلك كله يكشف حجم ومتانة الروابط الوثيقة والاستثنائية للعلاقات المصرية البحرينية التي تعد نموذجا يحتذا به فيما يجب أن تكون عليه العلاقات العربية فعلاقاتنا ضاربة جذورها منذ القدم وتتنامى حاضرا لتزداد رسوخا في المستقبل